مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي خماسيني يقترب من المنطقة وبالتالي في فترة الظهيرة تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة تدريجيا في فترة الظهر وما بعد الظهر المساء لاحتمالية طول زخات رعادية من مطر خاصة في المناطق الجنوبية في البداية ثم تمتد إلى مناطق متفرقة من المملكة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخراعة الجوية منلاحظ أن المنخفض الجوي الخماسيني موجود حاليا جنوب غرب مصر ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة ظهر يوم الثلاثاء وعصر ومساء يوم الثلاثاء وتؤدي أيضا إلى ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة وسقوط زخات رعدية من مطر أما الخراعة التي تمثل درجات الحرارة فأنا نلاحظ أن المملكة ستكون تحت أثير كتلة هوائية معتدلة إلى حارة نسبيا يومي الثلاثاء والأربعاء تقريبا أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي أجواء غائمة جزئيا فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى وبعض الشمالية تكون مصحوبة بالبرك والبرد والرعد والحرارة العظمى 26 والصغرى 20 يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة العظمى بحدود 27 والصغرى 16 درجة مئوية أجواء لطيفة ليلا والخميس انخفاض على درجات الحرارة تأود الأجواء معتدلة نهارا ربيعية مشمسة معتدلة نهارا وربيعية لطيفة صافية أثناء الليل العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر إربد 31-21 عجلون 30-20 جرش 31-22 المفرق 30-20 والمنطقة الوسطى أيضا حالة من عدم استقرار جوي غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية البلقاء 27-20 مأدبة 26-20 البحر الميت أجواء حارة نسبيا وسقوط زخات رعدية من مطر 35-27 عمان 26-20 والزرقاء 29-22 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى الجنوبية أيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربي وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في هذه الأماكن الكرك 28-20 والطفيل 26-20 والشراخ 24-18 وإمعان مغبرة 27-21 الأجواء مغبرة والعقبة حارة وسقوط زخات رعدية 39 العظمى أما المنطقة الشرقية أيضا أجواء مغبرة في المنطقة الشرقية وحارة نسبيا الأزرق 33-22 الصفاء 31-21 والرويشد 33-21 درجة مئوية مشاهدين شكرا للمتابعة ونترككم في أمانكم لك لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري